النهاردة كان في سنة نفرح بالنادي الاهلي يصل لنهاية كأس العالم للأنداء الأول مرة في تاريخه يلعب على الفضية أو الزهبية ولكن المنطق ينتصر النهاردة بالميراس فاز على النادي الاهلي فاز على بطل أفراقيا فريق بالميراس بطل أمريكا الجنوبية بطل لبرتادوريس يفوز اليوم على النادي الاهلي بهدفين دون رد طيب أنا عارف أنه في ناس حابة نقول أنه في أخطاء ومشاكل فنية وأنه النهاردة لعيب مين ما لعبش كويس وأن المدرب كان المفروض يعمل كذا مسيماني والكلام العظيم ده أنا بس عشان يبقى كلامي متساوي ومنطقي واحد في كل الأحداث الأهلي مر بظروف في منتهى الصعوبة في هذه البطولة والطبيعي الطبيعي أنه كان الأهلي يقول إيه مثلا يعني وده ما كانتش المفروض يعملوا الأهلي بس بقولك الطبيعي يعني لا أنا مش هقدر روح ألعب البطولة داية أنا عندي لعبين مع منتخب بلدهم لعبين آخرين كمان مع منتخبات أخرى يعني لعبين مصريين موجودين مع منتخب مصر ولعب زي علي معلول ولعب زي دانج موجودين مع منتخباتهم لعب زي بدر بنون كان موجود مع منتخب بلده قبل ما طبعا يحصل المشكلة بتاعة كورونا فعنده لعبين دوليين كتير فلما تحدد موعد كاس العامل الآن ده كان ممكن يقول لا أنا مش هقدر عندي لعيب أروح ألعب بيها بس الأهلي تحمل المسؤولية ممثلا لمصر رايح يلعب باسم مصر رايح كاس العالم للأندية وتحمل هذه الظروف وكانت تصريحات إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين إن مصلحة مصر في كاس الأمم الأفريقية أولا ده الشيء رائع ومحترم طيب وبناء عليه ما كانش من المفترض أو ما كانش من الطبيعي برضو إن احنا نستنى من النادي الأهلي في هذه البطولة تحديدا إنجاز خيالي أو مش طبيعي أنا في رأيي إنه مجرد فوز النادي الأهلي على منتيري في المباراة قبل الماضية كان إنجاز كبير جدا واستثنائي وصعب جدا وصعب جدا عشان كده طلعنا وقلنا روح الأهلي والأهلي بمن حضر عشان فعلا كان الأهلي بمن حضر عشان فيه ناس اللي تقولك يعني كان الأهلي من حضر قدام منتيري وبالميرس لأ لأ الأهلي كان بيلعب لا بدون أو بدون الدوليين إصابات بالجملة مفيش دكة تقريبا في شباب لعبين صغار أول مرة يشاركوا في بطولة كبيرة زي دي فكل الظروف صعبة جدا على النادي الأهلي فاز في مباراة هو أنا مكنش متوقع عن الأهلي يكسب قدام منتيري قدام بالميرس مكذبش عليكو برضو أنا كنت متوقع أن الأهلي مش يكسب قدام بالميرس ليه؟ أنت بتلعب مع فرقة برازيلية فرقة برازيلية كبيرة يعني فرقة برازيلية مش سهلة بطت لبرتادوريس لمسيمن على التوالي أهم فرقة في البرازيل عندهم نجوم رائعين عندهم مش نجوم رائعين مجرد لعب برازيلي كده بيعدي هو لعب برازيلي كبير عنده المهارات وعنده كل حاجة في الكورة فتبتلعب مع فرقة برازيلية كبيرة الفرق من بالميرس السنة memorize والسنة اللي فاتت أن بالميرس السنة اللي فاتت لما تغلب من الآية كان بلعب على التايات والرابع فرقة أمريكا الجنوبية وفرقة أوروبا لما تvoy نتكتلعب على التايات والرابع مش يفرق معهم أوي نحن يفرق معنا المداليا نحب المداليات حلو عشان نعمل إنجاز الكورة في مصر ده عظيم هم مش هتفرق معهم يعني ما كانش عندهم نفس الرغبة السنة اللي فاتت زي ما كان عندنا ده برضو ما يقللش أبدا من الأهلي عملوا السنة اللي فاتت عمل مباراة كبيرة وفاز بضربات التاريخ وقتها لكن النهاردة لا دي فرقة رايحة للنهائي ده الميرس كان فرقة رايحة للنهائي ورغم كده على مستوى الأرقام تفوق النادي الأهلي في كل شيء استحواز وسيطرة وتمريرات وعرضيات وتصوبات كل شيء تفوق في النادي الأهلي النهاردة خسر بخطائين فرديين خطأ في تغطية مش جيدة من ياسر إبراهيم في الهدف الأول وخطأ في تأخر من رامي ربيعة أنه يقفل على اللعب اللي كان رايح لمواجهة المرمى مواجهة علي لطفي في هذه الكرة خطأين فرديين الأهلي حاول كان ليه كرة في العرضة كان فيه ضرب الجزاء ممكن أو ممكن لأ كان فيه كرات على المرمى كتير أو بشكل معقول بلاش كتير عشان ما بلخش على مرمى بالميرس يعني برضو أدى مباراة لعم مباراة ما كانش مستسلم ما كانش فريق سيء في هذه المباراة بشكل كبير النهاردة بالميرس آه عشان برضو أبقى منطقي ملعبش بكل قوته يعني حتى المدرب بتاعه النهاردة قال لك أنا لعبت بـ 30% من قوتي النهاردة دايماً فرق أمريكا اللاتينية وفرق أوروبا بتلعب مباراة سيمي فاينال في كاسة عام الأندية على أساس إنها مباراة استعداية للنهائي هو عايز يستعد للنهائي هيكسبها هيكسبها